اشتركوا في القناة اسئلة كتير بتتبعت لنا على صفحتنا صفحت اطفال ولكن عشان كده النهاردة منورني ومشرفني دكتور عمر سالم استشاري ومدرس تب الاطفال وحديث الولادة بالقصر العيني يا دكتور عمر اهلا بحضرتك اهلا بيك منورنا ومشرفنا طبعا وفي البداية يا دكتور عايزين نطمن الاهالي ونقول ايه هو الفرق بين اعراض الكورونا لقدر الله يعني ربنا يا رب يعفي ولادنا جميعا وان شاء الله ربنا حافظهم من عنده وبين اعراض البرد العادي طبعا فيروس الكورونا هو فيروس يعني بياخد تراك اجراسف شوية وعنيف شوية عن دور برد الانفلونزا العادي خالص اللي هو ممكن ييجي بسيلان بسيط في الانف معطس بسيط كحة بسيطة وفي خلال يومين تلاتة الموضوع بيكون تحسن الوضع هنا مختلف في الكورونا انه هو ممكن يجيب كحة شديدة شوية بيكون فيه فترة حضانة للمرض مثلا من 14 يوم قبطه كمان ممكن شهر بيقعد تخلط مع طفل المريض تاني او إنسان مريض تاني يبتدي انه هو طبعا يحصل كحة شديدة شوية احيانا بتكون جافة شوية بس الفكرة فيها انه هو بياخد التراك بتاعه سريع شوية يبتدي يخش على التهاب ريقوي صعوبة جديدة في التنفس الحرارة العالية ثم لا قد الله لو ما تعليش في ساعتها على طول بتبقى طبعا حالات الوفاة فيها عالية فهو الام لازم تعرف على طول لو جالها دور برد هل هو دور برد بسيط هل هو ارتفاع الحرارة دي مطمئنة هل هو لازم تروح لدكتور لازم تروح لدكتور ويشوف يسمع سيدر الطفل درجة الحرارة الأعراض كلها بتاعت البرد طب يا دكتور لو الحرارة فعلا ما بتنزلش ده مؤشر خسير جدا ان ابني مش طبيعي لا خالص هو لازم هو بالعكس الحرارة كون ان في حرارة كون ان المناعة بتاعت الطفل شغالة وحست ان فيه مايكروب وابتدت ان هي تكون اجسام من قد وابتدت يظهر حرارة بس هو الفكرة كلها ليه الحرارة مطولة او الحرارة عالية او لا تستجيب فهنا في الحالة دي لو هو مش ماشي في التراك الطبيعي بتاع انفلوانزا فيروس هياخد يومين تلاتة ويروح لازم ان احنا بنسحب تحاليل معينة ممكن نسحب صورة دم ممكن نسحب الـ CRP نشوف الاخبار هتمشي ازاي في الدور البرد ده وهل هيحتاج ان هو حجز في المستشفى ولا مجرد علاج في البيت والموضوع هياخد وقت ويوه طب ممكن نعمل ايه يا دكتور عشان نحميهم من اي فيروس يعني طبعا فيروس كورونا ربنا يعافينا منه لكن احنا عموما نحمي ولادنا ازاي من اي فيروس ممكن يتعرضوله بالضبط زي ما انت قلت هو زي وزي اي نوع فيروس او اي نوع برد او اي نوع امراض ممكن تتنقل بالتنفس او بالرزاز او بالكلام دي كله طبعا نحافظ ان احنا لما نبقى نازلين في اماكن فيها اطفال كتير ممكن احنا نبقى حطين ماسك على بقنا وعلى مناخرنا نمنع ان احنا نزور اي اطفال عيانة او ان احنا نتواجد معهم في اماكن مغلقة مفيهاش تهوية كويسة طبعا العطس والكحة والفرزات الانف طبعا لازم يبقى مستحب بغسيل لليدين كويس قوي مية وصابون وما تروحش ايدينا بعد المخاط بتاع المناخير الاطفال طبعا غزمن عنهم بيعمل الحركة دي ان هم يعودوا ايديهم في وش بعض على مناخيرهم على عينيهم طبعا الكلام ده كله بيتنقل سروق الافرازات فلازم الحماية الطبعية نخسر ايدينا كويس واحنا لسا درجعين من بره لازم نخسر ايدينا كويس نخسر وشنا مية وصابون الاماكن المغلقة لازم تتفتح كويس يبقى فيها تهوية جيدة طبعا السوايل رقم واحد السوايل طبعا في الموضوع ده وفواكه سوايل زي ما انت قلت بكسرة في بقى بعض الاكلات مثلا زي المقسرات البطاطا الحاجات اللي فيها توم الحاجات اللي بترفع المناعة بتاعت الجسم بطريقة طبعا طب خلينا يا دكتور نتكلم عن المناعة المناعة ملف مهم جدا خاصة ان احنا ممكن نكون بنقلل قوي من مناعة ولادنا بأشياء كتير احنا مش واخدين بنا منها قبل كده او في حلقة سابقة تكلمنا عن ملف المضاد الحيوي ازاي ان احنا بنستسهل رقم واحد ممكن ندي لولادنا باجتهد شخصي مننا حتى لو الدكتور ما كتبوش طيب ايه الحاجات التانية اللي ممكن تكون فعلا بتضعف مناعة الولاد جدا واحنا مش واخدين بالنا وازاي نقوي مناعة الاطفال هو طبعا زي ما انت ذكرت الافراط في استخدام الادوية سواء ان هو مضاد حيوي في دور برد فيروسي مالوش اي رول خالص ان احنا مالوش اي داعي ان احنا نحط انتبعاتك فيه وتلاقي الام اه هو الدور دا جاله من شهرين انا عارفة الدور دا وروحت للدكتور والداني المضاد الحيوي الفلاني اذا انا هكرر نفس روشتة تاني طبعا دا كلام خاطئ جدا كل شوية الطفل قاعد ياخد ادوية منعته ما بتشتغلش خالص كل شوية قسرت الادوية دي اصلا بتخلي منعت الطفل هو يعني ما بيعرفش يقوم اي دور غير لما لازم ناخد ادوية وادوية لكوحة حتى يا دكتور لو نفس الدور يعني لو الام راح تكشفت في مرة وكتب له روشتة والطفل بعد شهر مثلا جاله نفس الاعراض بنفس الدور مفروض ان الام ما تجيبش نفس الروشتة تاني طبعا لان هو طبعا العرض نفسه ممكن يكون نتيجة لكذا مرض بمعنى مثلا الكحة هو لما راح للدكتور من شهرين كان مثلا صدره قافل شوية او كان عنده حساسية او كان عنده اي حاجة دلوقتي سبب الكحة هو افرازات من الانف لا دلوقتي سبب الكحة هو التهاب في الحل واللحمية يعني ممكن سبب الكحة يكون مختلف فبالتالي ما ينفعش ان انت عشان هو الطفل كحة شبيهة ما هو كحة اغلبياتها تبقى نفس الصوت فعشان كده لازم ترجعه للطبيب تاني يسمع صدره اخباره ايه وهي كل نوع كحة لها دوء مختلف طبعا طبعا يعني مثلا لو سببها حاجة في الصدر غير لو سببها افرازات في الانف او لو سببها تهيق في الشعب الهوائية او حساسية كل الحاجات دي ممكن ما تحتاجش خالص طبعا ممكن ام تسمعنا تقولك ما المضاد الحيوي هو هيقضي على اي سبب اولا هو غلط لان احنا في كسرة الادوية ومضادات الحيوية هتضر اعضاء تانية في الجسم زي الكبد او زي الكلا او زي الحاجات دي كلها فما ينفعش ان احنا نفرد في استخدامها ثانيا لو هو تضر اصلا مش بكتيري او حتى حاجة بكتيرية او خفيفة هتخفل وحدها ليه ان انا اسرع من استخدام الانتباعاتك مش صح غلط طبعا طيب خلينا برضو نتكلم عن موضوع مهم هو الكلا الكل عند الاطفال ممكن ايه اللي يخليها تتأثر او ايه اللي يخليها يبقى فيه مشكلة فيها خاصة ان الامهات كتير جدا ممكن ما يبقاش واخدين بالهم انهم يشربوا ولدهم مايا كتير خاصة كمان ان فيه اطفال بيبقوا مولدين بمشاكل في الكل فاحنا نعمل ايه برد عشان نحافظ جدا على موضوع الكلا عند الاطفال هو بالضبط سيما انت ذكرت هو يعني احنا لو كلمنا على امراض الكلا فهي فيها حاجات مزمنة وفيها حاجات حد حاجات المزمنة دي سواء ان هو مولود بيها او هو يحمل لحاجة جين معين وراسيا هيبان عليه في سن معين لو احنا نتكلم عن البيبي لسه اول ما يتولد فهو اصلا طبيب النساء والتوليد لما كان متابعه كان بيقوله ان فيه بعض الحاجات ممكن تكون تدل ان الطفل ده اول ما يتولد بعد اذنك روح لدكتور اشعة موجات صوتية هنعمل صنار او هنعمل تحليل لان شكل الجنين وهو جوه لسه بطن مامته بتقول ان فيه حاجة الميا اللي حولين الجنين كتيرة وليلة شكل الكلا في الصنار اللي هون بيتعمل للام سلاسي الابعاد او رباية الابعاد كل الكلام ده بيقولك ان فيه حاجة بتقول فيه مؤشر ان فيه حاجة فيه مؤشر ان فيه مشكلة لما تتولد البيبي ان شاء الله لازم تروح به لطبيب امراضك بالزبط كلا او اطفال وهو هيوجيهك تعمل ايه فلو احنا اتكلمنا على بيبي اصلا مولود بحاجة في الكلا فبناءنها الحاجة مثلا سيه مثلا مولود بكلا صغيرة عن الحجم الطبيعي او في مكان مش مكانها الطبيعي او ملفوفة او كلا مثلا عبارة عن تكيوسات او كلا عليها ارتجاع شديد كل الحاجات دي هو مولود بيها هو الطفل مولود بيها كل اللي هيعمله ان هو هيتابع مع طبيب امراض كلا علشان نحاول نحافظ على وظيفة الكلا على قد ما نقدر لحد ما نشوف التراك بتاع المرض ده هل في الاخر هيؤدي الى فشل كلاوي هيحتاج ان هو يزرع كلا بديلة طب انا كام احافظ ازاي على التراك ده في بيتي انا اكتشفت ان انا عندي مشكلة في الحمل ساي مثلا الام اكتشفت ده وبعد كده ابتدت تتوجه لدكتور كلا انا كام برضو ايه الحاجات اللي ممكن اعملها عشان اقدر احافظ بها على الكلا على قد ما اقدر الادوية اللي ملهاش لازمة كل شوية ادوية كل شوية منضدات حيوية خوافض الحرارة في خوافض الحرارة تترغي تماما اه طبعا في خوافض الحرارة امنة او الى حد ما امنة وفي حاجات تانية اجراسيف شوية بالذات في الجرعات بتاعتها ما ينفعش ان انا مثلا الطفل سخن فانا روح تجايب روشتة بتاعة الطفل او بتاعة الطفل تاني كان سخن وروحمة دهائل طبعا الحاجات دي بتتحسب بالجرعات مش معنى مثلا الطفل اخد جرعة الحرارة الدواء من دواء معين للحرارة ما استجابش اروحانة مزود جرعة مضاعفها اروح مديها وما رعيش ان فيه مثلا الانتيرفال معين ما بين الدواء والتاني كل الكلام ده بيأثر على ان كل الكلام ده بيخرج من الجسم عن طريق الكلاة او الكبد فلازم ان هو نراعي الجرعات هل هي فعلا محتاجين الجرعات العالية او دي ولو محتاجين الجرعات العالية وما فيش استجابة فما فيش استجابة ليه فلازم أنها تعرف سبب الحرارة قبل ما تسرف في استخدام أدوية الحرارة أو الأنتيباطكس طبعاً الفيتامينات الكتير قوي أنا أبني ما بيأكلش فأنا عايزة أزود فيتامينز عشان هو ما بيأكلش كميات فظيعة من الفيتامينز وفي الآخر برضو كلها بتضر الكلام التهبات بول متكررة الطفل ده بيجي له التهبات بول متكررة سبب أنه هو بيمسك نفسه عن الطايل كتير قوي يقول لك أنا أبني ما بيفتكرش أنه هو كل شوية يروح الطايلت بيفضل ماسك نفسه طبعاً إن إحنا بنفضل المسكين نفسنا عن اليورين أو البول ده بيبقى يعني زي أرض خصبة أنه هو يحصل انفكشنز أكتر وعدوة أكتر عدم شرب الميا بطريقة كفية برضو ده اللي بيخلي الكلة شغالة بطريقة سليمة ومظبوطة فطول ما الطفل بيشرب مياه كويس وبيخش الطايلت كويس طول ما أنا متطمن على الكلة يعني ممكن نقول نيشرب مياه كويس يخش الطايلت طبعاً ونفهمه أن طول الوقت يطلب ده حتى لو هو في المدرسة طبعاً كمان نبعد عن موضوع أنت في عيوتك والأدوية اللي ملهاش أي لازمة ونروح لدكتور هو اللي يكتب لنا أو يوجهنا ندي لولادنا الجرعات إزاي لأن أحياناً كتير يا دكتور برضو بييجي أعراض للأطفال عندهم كحة والكحة دي بيبقى لها أدوية معينة منها دوحة السياء فيه كورتزون مفروض اللي إحنا لما بنسحب الجرع بنسحبها بطريقة معينة فيه ناس ما بتعرفش الكلام ده فيه أمهات بتدي الأدوية اللي فيها كورتزون من غير وعي لأنها مش فهمة أنه ممكن ده يتسحب بأني طريقة أو بأني جرع طبعاً الفكرة كمان هو مكتوب ليه يعني هو مكتوب علشان مثلاً حساسية في الصدر هو مكتوب علشان حساسية في الجلد ومشكلة عنده ارتشاح في الأذن أو في الطابلة فبناءاً على هو عنده إيه؟ بناءاً على دواء الكورتزون بيتكتب لمدة قد إيه؟ وهل بيتسحب برضو بالتدريجة؟ يعني مستحيل مستحيل الأم تعرف تظبطها لوحدها مستحيل تقولك أنا أقرر نفس رشتة بالصدفة أنها كان فيها كورتزون هو دواء مفيش مشكلة ولا خطورة منه زي برضو ما الساعات الأمهات بتبقى خايفة منه ولكن كل اللي بنقوله أن الطبيب هو اللي يكون وصفه لك بالجرعة المزبوطة وتيبقي عارفة أنا هاخده ساعات لمدة عشرين يوم هاخده لمدة عشر أيام اللي يفضل ياخده عن طريق الشرب كل الكلام ده لازم دكتور سواء دكتور حساسية على حسب الجزء المعين اللي هي المشكلة للطلب طيب جينا حالة برضو على صفحتنا صفحت أطفال ولكن بتقول أن بنتها تولدت عندها مشكلة على الكلة أكياس مية تمام وأن هي اكتشفت ده أثناء فترة الحمل وأن فيه أكياس تهيألي يعني أكبر كيس فيهم 3.5 سنتي فالحل ده أو الوضع ده ممكن يبقى الطفل ده إيه البديل أو إيه اللي مفروض يحصل له وإيه اللي ممكن الخطورة اللي لو تم الإهمال في الحالة يحصل إيه طبعا هو الأكياس على الكلة أو التكيسات فيها كذا نوع وعلى حسب التشخيص بتاعها هل هو النوع ده بيجي في سن صغير ولا بيجي في سن الكبير شوية وهل بيجي على ناحية واحدة من الكليتين ولا بيروح على الناحية التانية فلازم أولا هي تعمل فلق أبا تعمل صنار مثلا كل 6 شهور عشان نشوف الموضوع ابتدى التكيسات دي تزيد حجم الكلة أخباره إيه لأن لازم حجم الكلة بيبقى كبير شوية هل ابتدى يظهر تكيسات على الناحية التانية ولا لا وبناء عليها لو هي فعلا تشخصت كده لازم نشوف الأب والأم أخبارهم إيه بيتعمل لهم صنار عشان برضو نعرف إن في حد حامل لهذا المرض وممكن ما يكونش بان عليه أي حاجة بس يتشخص بالصدفة لما نعرف إن ابنه عنده كده تكيسات على الكلة هل بتأدي لوظائف الكلة تبقى عالية في الأول لا في الأول بتبقى وظائف الكلة معقولة خاصة لو الناحية التانية أو الكلة التانية لسه ما فيش أي تأثر فيها ولكن مع مرور الوقت ممكن وظائف الكلة تبتدي تيه على شوائد المستقبل إيه بتاع الكلة اللي فيها التكيسات غالبا هي بتضمر لوحدها ولو ما ضمرتش لوحدها أو ابتدت إن هي تبقى مصدر للعدوى كتير فيه التعبات البول أو فيه عملاله مشكلة بالذات لو بيب يصغير ساعات الكلة لو حجمها كبير قوي نتيجة التكيسات تبقى عملاله صعوبة في التنفس عملاله بطن كبيرة قوي مش قادر إن هو بطن منفوخ جدا نتيجة كيلة كبيرة جدا أحيانا الفريق بتاع المسالك بيحب إن هو يشيل هذه الكيلة ونكتفي بكلية واحدة على الناحية التانية سليمة بس لازم الطفل يعرف إن هو بقى بكلية واحدة يعني هنحط عينينا مش فورص طراثنا يعني ده إحنا قاعدين بتحسس على هذه الكيلة المتبقية لأن هي اللي بتقوم بدوره لأن هي دي العيمة بالوظيفة كلها جميل يا دكتور طبعا إحنا الأسئلة عايز أقول لحضرتك كتير جدا طيب جايلنا سؤال برضو إزاي نحمي أولادنا أعوذ بالله من مرض السرطان إزاي أنا كأم أخلي بالي من الأعراض إحنا طبعا عارفين إنه مرض خبيث ولما بيظهر بيكون للأسف تمكن جدا من الجسم ولكن إحنا كأمهات إزاي نخب بالنا إزاي نخب بالنا من عرض معين نبتدي نقلق برضو السخنية برضو ممكن تكون هي الحاجة اللي مسكة كل الأمراض دي مرض السرطان يعني هو على حسب العضو اللي كاي فيه هل هو سرطان في إيه؟ سرطان في الدم؟ سرطان في الكبد؟ سرطان في الكلا؟ وبناء على العضو الأفاكتد أو العضو اللي المصاب هيبتدي يظهر أعراض معنا ممكن قبل ما يبتدي يظهر العرض بتاع المكان بتاع السرطان تبعا حاجات إن جانرال كده مثلا سوق في الشهية فقدان شديد في الوزن ابتدا أنه هو بقى فيه خمول فظيع ابتدا أنه ممكن يحصل شوية حرارة أو تعرق خاصة وقت الليل ابتدي إن إحنا ساعتها بنروح للطبيب اللي هو بيعالج الطفل ابتدي الطبيب ده يشوف حاجات معينة على الطفل ابتدي يكشف عليه هل فيه تضخم في أي عضو عنده زي مثلا الكلا أو الكبد أو الطحال أو أي حاجة ولا أ لون الطفل هل هو شاحب ولا أ بيطلب تحاليل معينة بيكشف على الطفل هل فيه أي غدد لنفاوية تدل إن فيه مثلا تضخم فيها على مستوى الجسم كله ولا منطقة معينة فيها الغدد لنفاوية وبناء على كده بيطلب تحاليل لو طلب التحاليل ولأ فعلا إن هي فيها دلالات تقول إن فيه مشكلة عند الطفل ده من سرعة ترسيب من سورة الدم العادية خالص فيه أي حاجة بينا فيها بنبتدي بقى إن إحنا نطلب أشعات معينة عشان نعرف فين مكان هذا المرض جاي في أنهي عضو وبناء عليها طبعا للاك طب يا دكتور ما فيش حضرتك تنصحنا أو تنصح كل أم بتسمعنا النهاردة بإيه في موضوع التحاليل يعني كل قد إيه ممكن تتطمن على ابنها تعمله تحاليل مناسبة تعمله مثلا دلالات أورام عشان تعرف هو عنده مشكلة ولا لأ إيه الحاجات اللي أي أم تعملها تبقى حاجة روتينية أو إشلوب حياة هو إحنا طبعا هنا في مصر مثلا عندنا عند سن السنة فيه تحاليل روتينية بتاعة صورة الدم بتاعة تحاليل السطول فيتامين دي حاجات اللي هي بتتعامل روتين للطفل عند سن السنة وبعد كده بنعمل مثلا تشيك أب كل سنة مثلا مرة برضو من صورة الدم من نسبة حديد من وظائف كلا من وظائف بس حتة إن إحنا نعمل دلالات الأورام كشكل روتيني لأ لازم الطبيب يكون شك في حاجة معينة فبناء عليها بيطلب من الأم التحاليل دي لأن طبعا يعني هي مش هتقبل أولا إن إحنا كل شوية نعمل دلالاتها بقاعدة خايفة وهو الموضوع لأ هو هيبان أولا أعراض عليه قبل ما إحنا نطلب تحاليل ويبان في التحاليل حاجة لكن الموضوع إن إحنا نعمل تحاليل دم صورة دم كاملة نعرف الأنمية الحاجات دي متهيئة لي ما فيهاش أي مشكلة لا لا خالص بنعملها مثلا مرة كل سنة أو على حسب لو جد حاجة في النص مثلا ممكن كده كده الطفلة هيتشك فبنقول لها إن إحنا نسحب معاها كذا لإن إحنا عايزين نتطمن كاروتيني تشك أب على الكلا أو على الكبد تحليل يورين بول أو ستول آخر السؤال بقى يا دكتور معنا النهاردة التغذية السليمة حضرتك تنصح كل أمي بتكلمنا النهاردة أو بتسمعنا إزاي إن إحنا نوفى لها أو نقول لها هي دي التغذية السليمة أو دي الوجبات السليمة الصحية اللي فيها صحة ابنك هو طبعا من أول من الطفل يبقى صغير خالص لسه بعد ما خلاص إحنا كان بيرضع إن شاء الله يبقى كان بيرضع طبيعي بتادينا ندخل أكل تبتدي إنها تدخل الأكل اللي هو بطعمه ما تقعدش تحط عليه فليفرس كتيرة جدا علشان يقبله علشان يبتدي يتعود على طعم الخضرات أو الفواكه أو الحاجات الصحية دي من وهو صغير هو متعود إن هو بيأكلها حيانا في بعض المراحل العمرية بيبقى شهية الطفل مش حلوة قوي بتلاقي الأم استسهلة تقولك أصلا هو ما قالش حاجة من مبارح فأنا هتديله حاجات مؤقتة زي شيبسي طوفي الحاجات دي كلها أصلا هو ما قالش حاجة أصلا هو صعبان علي مع إن هي كده بتضره أكتر نهاية بتاعت تعرفه على حاجات بتسد النفسة أكتر بتعمل مشاكل في الأسنان بتعمل مشاكل في الوزن في السكر في المواد الحفظة اللي فيها كل الكلام ده بيعمل مشاكل كتير قوي فتلاقي الطفل خلاص هو بتدي يمسك نفسه أنا مش عايز أكل أنا هعارف إن أنا هاخد في الآخر الحاجات اللي غير صحية أو إن أنا هخرج لما أخرج هاكل من بره علشان الأكل بره بيعجبني أكتر طبعا ما تكونش بقى هي الشريكة في الموضوع إن هي تساعدوا على كده لا إحنا هنأكل في البيت هنأكل فطار هنأكل غدا هنأكل عشر هو هو الأكل بتاعنا حاجات كلها صحية ما فيهاش مواط حفظة كتير ما فيهاش حاجات مقفولة حاجات كلها معمولة يوم بيوم سواء خضروات أو فواكع أو الفطار بتاعه بنأكل سناكس مرتين في اليوم بنخسل سناننا كويس قوي بعد الأكل ثلاث لأربع مرات في اليوم علشان إحنا لو حصلنا تسوس في الأسنان ساعدة بيكون حاجة بتخلينا إن إحنا فعلا أكلنا مش حلو أنا مش قادر أكل أنا مش عايز أكل يطلع المشكلة في الآخر من الأسنان أو إن إحنا بنأكل حاجات فيها سكريات كتير هلو قوي يا دكتور يعني برضو الوجبات اللي حضرتك تنسح بيها ممكن الأكل العادي البروتين طبعا في كل وجبة مع الخضروات طبعا الأكل طبعا متوازن ما ينفعش إنها تقول لي هو بيأكل البروتين حلو قوي بس ما بيأكلش خضروات أو بيأكل خضروات طول اليوم بس ما بيحبش الفراخ ما ينفعش هو لازم كل عناصر الأكل داخل معاك البروتينات معاك النشويات معاك الخضروات معاك الشرب السويل ده كسرة كتير قوي هنأكل فواكه يبقى أحسن نحن ناكلها بلاش نحن نعمل عصاير منها كتير عشان ما تفقدش الفايدة بتاعتها وفي نفس الوقت أن يتعود ناكلها سليمة أفضل أفضل آه طبعا فكل الحاجات دي بتخلي إن الطفل هو فعلا كبر على كده من هو صغير فلما يروح للمدرسة هو عارف إن هو رايح للمدرسة واخد الأكل الصحي بتاعه معاك مش هيروح ويقولك أنا عايز أجيب من هناك كذا وكذا وكذا هو خلاص هو تعود على الأكل الصحي في البيت صحيح ودي طبعا بتبتدي من السنين الأولى لأن لو عودنا ولادنا من هم صغيرين عاش تجيه عنده ست سنين احنا هنعمل زي فلان اللي احنا شفنا بيعلقهم من الأول هو متعود على الأكل لها ده هيبقى أسلوب حياة اه طبعا أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمر نورتنا بجد وشرفتنا واستفدنا جدا من معلوماتنا كل الشكر لك مشاهدينا يا رب مكون أفدناكم وزي ما الدكتور قال ياريت إن احنا نزرع في ولادنا المواضيع دي من هم صغيرين لأن من شابع لشيء شابع لي عشان كده ياريت إن احنا نخلي بالنا جدا من ولادنا نقدم لهم الأكل الصحي وعايز أقول لكم إن الأم من وهم صغيرين لو عملت لهم الأكل في ملح هيطلعوا هيتعودوا إن الأكل يكون في ملح ولو قررت إنها تعمل لهم الأكل من دون ملح فعلا هيتطلعوا مش فارق معاهم الموضوع ده لأن زي ما انتم بتعودوا ولادكو زي ما هيتعودوا عشان كده ما تأخروش الموضوع ده وابتدوا معهم دايما في الأسليب الصحية من وهم سنهم صغير حلقتنا لسا مكملة ما حدش يروح في أي حد